ناقش عن تفاصيل هذه الأسواق مع ساركيس شوبريا محل الأسواق عالمية في مجموعة إيكوتي جروب ساركيس أهلا وسهلا بك معنا دعني أبدأ معك من الأبرز اليوم وهو النحاس هذه الارتفاعات القياسية الأعلى في تسع سنوات العديد من العوامل تدعم هذه الارتفاعات ساركيس ولكن هل هي بمؤشر صادق برأيك عن أنه سنشهد تعافي اقتصادي خلال هذا العام من تداعيات كورونا بفعل التحفيز إن كان المالي أو النقدي حول العالم؟ هناك عدة ظروف تؤثر في تحركات أسعار النحاس أو إن نظرنا إلى إجمال المعادن التي ترتبط في الصناعة حول العالم فكما تفضلت خلال الفاصل فهنالك العديد من الظروف التي حفزت ارتفاع النحاس منها إن خفزت متوقع في الطلب العالمي إلى جانب عوضة الطلب الصيني بعد موسم العطلات فيها وفوق كل ذلك هناك توقعات في تعافي الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى معاملات الارتباط بين توقعات التعافي الاقتصادي أو النمو الاقتصادي كاقتصاد دولي مع تحركات أسعار النحاس نلاحظ بأن هناك بالفعل معامل ارتباط إيجابي بينهما وارتفاع أسعار النحاس يدل في كثير من الأحيان إلى احتمالية الارتفاع والتحسن في التعافي الاقتصادي العالمي هناك نقطة مهمة جدا وهي التعافي الاقتصادي العالمي قد يكون منصب تحديدا على القطاعات التصنيعية والصناعة فالبيانات الاقتصادية التي صدرت خلال الأسبوع الماضي ما زالت تظهر انكماش في قطاع الخدمات في عدة دول عظمى ومنها في منطقة اليورو بريطانيا وغيرها أيضا لكن بالنظر إلى قطاع التصنيع فقط أظهرت بيانات مؤشرات مدراء المشتريات الأسبوع الماضي للاستمرارية في هذا النمو وهذا ما يعطي انطباه بأن التعافي الاقتصادي العالمي قد يرتكز على القطاعات التصنيعية وكذلك الصناعية رغم باعتقادي بأن القطاعات الخدماتية قد تبقى ضعيفة بفعل استمرارية تأثير جائحة كورونا وبالتالي ترتفع أسعار النحاس هناك موضوع آخر أود الإشارة له بما يخص الارتفاعات الكبيرة لأسعار النحاس ليصل إلى أعلى مستويات منذ حوالي 9 سنوات وهو موضوع مختص في الطلب المتوقع على أدوات الطاقة النظيفة لإنتاج الكهرباء وهذا موضوع مهم جدا خصوصا مع فوز جو بايدن الذي دعم أكثر فأكثر الاعتماد خلال المستقبل القريب على الطاقة البديلة أو الطاقة النظيفة ومن المعروف بأن النحاس يستخدم بكثرة لأخلايا الشمسية وغيرها من هذه الاستخدامات وبالتالي من المحتمل يعني الملفت بما أنك عم تتحدث عن موضوع الطاقة النظيفة والاستثمارات الخضراء بوجود الإدارة الأمريكية بقيادات جو بايدن بأنه على الرغم من ذلك النفط عم يتداول بالقرب من 64 دولار وغولدمن ساكس يتوقع أن يصل لفوق مستويات السبعين دولار إلى أي مدى ترى بأن هذه التوقعات منطقية سواء بالنظر لأساسيات السوق النفطي أو حتى بما ذكرت اهتجاه التوجه بشكل أكبر نحو الطاقة النظيفة عندما نتحدث عن النفط تحديدا فهو مشابه أيضا لتوقعات التعافي في الطلب العالمي هناك بعض البيانات التي يجب النظر إليها وأهمها بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت بأن المخزون التجاري الأمريكي انخفض مرة أخرى بما يفوق التوقعات حتى أنه وصل أخيرا منذ فترة زمنية طويلة جدا إلى مستويات حول المتوسط لخمس سنوات وهذه النقطة تحديدا تعتبر دلالة على احتمالات استمرار الاتجاهات الصاعدة على النفط وهذا يدل أيضا على بعض التعافي في الطلب هناك موضوع الانجماد الذي تعاني منه ولاية تاكساس وليس يعتبر تأثيرها محدود نوعا ما لكن أيضا هناك نظرة من المتداولين حاليا حول الخلافات التي قد تنشأ في منظمة أوبيك بلس ما بين المملكة العربية السعودية التي ما زالت داعمة لأن يبقى خف بالإنتاج بينما روسيا التي تطالب برفع الإنتاج بداية من شهر 4 المقبل 2021 هذا قد يسبب تذبذب كبير لكن أخذينا بعين الاعتبار إلى حقائق انخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بشكل عام بحسب موقع واردو ميتر فهذا أيضا يدل إلى أننا أمام احتمالية لتعافي الطلب على النفط خلال النصف الثاني من هذه السنة وبالتالي أرد بأن التوقعات التي تشير إلى احتمال أسعار 70 دولار خلال النصف الأول و 75 دولار خلال النصف الثاني منطقية بل إني أخشى بأن تخرج الأسعار أيضا عن السيطرة بارتفاعات أكبر من ذلك في حال شهدنا عودة مفاجئة للطلب العالمي للإستقرار ساركيس بأقل من دقيقة توقعاتك للدولار الأمريكي في ظل حزم التحفيز الأمريكية هناك موضوعان أساسيان هذا الأسبوع هما أولا كما تفضلت حزم التحفيز الأمريكية والتي بحسب بعض الواكلات تم الإشارة إلى أنه من المحتمل الموافقة عليها من مجلس الكونغرس خلال الفترة المقبلة وهناك موضوع آخر وهو شهادة رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أمام الكونغرس اعتبارا من يوم غد الثلاثاء هذه الظروف تعتبر مؤثرة في تحركات الدولار الأمريكي لكن بشكل عام يبدو بأن الاتجاه الهابط ما يزال مرجح في ظل استمرار سياسات الفدرالي الأمريكي رغم ارتفاع التضخم وكذلك في نفس الوقت سياسات التحفيز الحكومية الأمريكية لكن في نفس الوقت قد يكون الانخفاض في الدولار الأمريكي أقل حدة مما اعتدنا سابقا وهذا بسبب ارتفاع العوائد السندات الأمريكية بشكل كبير لتشارفة إلى مستويات الـ 1.4% بالنسبة لسندات العشر السنوات شكرا لك ساركيس شوطريان محل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي شكرا لك اشتركوا في القناة